نيلة وحتى نيلتين وحتى ثلاث نيل لان احنا جايين من نهر النيل والنيل بينايل الناس تفهمين حاجة؟ والله لو فهمتوا يبقى انا معجزة ولا نيلة خالص نيلة بنشتابق لان نيلة بنشتغل مع المجتمع في كل طواقفه او بكل طواقفه فلابد نعرف لغات مختلفة انا كان عندي محاضرة من ست سنين تقريبا اسمها للكبار فقط جبت كل الاستحلاحات الكيكي واللي بيكي عارفين رأسة كيكي؟ لا ما فيش حد مش عارفها تقولي لأ دي تريندي يا عم ونزلت فيها مع الشباب اللي زيكوا وطبعا كانوا بيصوتوا من ايه من الكلمات بس ده اللي واقع في المجتمع واقع في المجتمع لابد نعرف كيف يتحدث الناس بثقافة غير الثقافة بتاعتنا في نفس المحية بتاعنا او نفس المدينة بتاعتنا ونفس القارية بتاعتنا وإلا مش هنعرف نكون عمال مجتمعيين أنا كتبت حاجة كده اي نيلة ونيلتين وثلاثة نيلة دي واللي عايز ييجي ورايا يحصالني هذا مايسة؟ نيلة إيجابية نيلة إيجابية دي بعض المسترحات العلمية اللي منترى من قعدة للقمة من الكعدة للكمة احنا اللي عملنا من الجزمة قزمة فاهمين؟ واحنا اللي عملنا من الدبارة عمارة واحنا اللي عملنا من البحر تحينة حلوة معلهمة واحنا هذه ما قد تكلمها دي لا دي دي لسه جديدة لا دي لسه جديدة لا دي مرة واحدة نتقال اه افتح بقى اشترح بعد كده في المسر لا انت بقى لأ روح اشرب من نيل عشان تقيه قلناها مبارح دي بردك قديمة احنا اللي عملنا من الفيل منديل واحنا اللي عملنا من البسة حلبسة واحنا اللي عملنا من الفيلة فانيلا واحنا اللي عملنا مش بتقولوا انتو شعر وفي شعر هنا بشعر احمر فين ما جاش هو لا ده مش شعر ده ده دي حيثيات حيثيات يعني اقوى من الشعر واحنا اللي عملنا من البطاطة نتاتة ومن الكوسة بوسة ومن الشتة بطة ومن الخيارة طيارة فاهمين حاجة؟ لا العظيم لو فهمتوا نعم بتتكلمش من الانجليز انت متشتاكوا عليك حاني بتتكلم من الانجليز مش كده؟ بتتكلمش بسرعة ايوه ايوه لا من الحبة مش الحبة الحبة دي جاي من الحب الحبة جاي من الحب الحبة ايب؟ طيب خلاص لا فيها واحنا عمل من خيشة غوشة ومن القط ست من الزلاموكة دربوكة عرفت الزلاموكة؟ الزلاموكة دي ما عرفاش المصريين بس واهل غزة يعرفوا الزلاموكة برضا؟ ها؟ الزلاموكة بعد الغداء واحنا اللي عملنا من الكرشة فورشة ومن القرع شرع ومن العصايا كوباية ومن القردة وردة ومن الجموسة عروسة شفت بقى؟ لبس البوسة تبقى عروسة واحنا اللي عملنا من الكلاوي حكاوي ومن السجوء بق ومن العرسة فورشة ومن الحمار زنهار واحنا مجموعة الحمير كترة قوي وانا انا احب الحمار دي لغة من اللغات اللي ما ننزل الشارع هنلاقي مصطلاحات زي كده وغير كده وده استكمال للواشة اللي احنا عملناها اللي هو الكبار فقط اللي يشتغل في المجتمع لابد يعرف لغاته ويعرف معنى كل كلمة داخل المجتمع وإلا ما ينصبش نفسه او ما تنصبش نفسها انه يشتغل في المجتمع ايه هو المجتمع المدني؟ هو مجتمع كل مخلوق مش كل إنسان كل مخلوق ده داخل حيز بنسميه مجتمع وانت ايها الانسان مكلف بخدمة هذا المخلوق سواء كان حمار او جموسة او كلب او قط او طير او نبات او مياه او او الاخر المجتمع المدني هو مجتمع كل مخلوق يديد هذا المجتمع الشخص المدني اللي هو السيفليان وليس العسكري او الامني لان العسكر والامن ليهم ايه وظائف يحمل مجتمع المدني او يحمل وطن او يحمل فرد لان ننتقس من دورهم لكن دورهم يعتبر مقدس بس خارج ادارة المجتمع المدني انا عليها حماية الفرد وانا عليها حماية الوطن او المجتمع المجتمع المدني في كل تشكيل من التشكيلات وحذاري ان حد يقنعكم يقولكم ان المسجد والكنيسة مش جزء من المجتمع المدني عند اقصاء المؤسسات من اكبر المؤسسات اللي موجودة في المجتمع واكبر المؤسسات اللي هي تأثير خطير على المجتمع فاذا كنا هما اقخيناهم ان اقصيناهم خلاص اصبحوا تشكيل لوحده ممكن يؤثروا في المجتمع سلبا اكثر من اجابة وده فكر في دول اخرى للمعركة اللي حصلت ما بين الدولة والكنيسة في القرون الوسطى فاذا هم اقصوا الكنيسة والدين اقصاء تام وما سموهاش مجتمع مدني فده المجتمع المدني اللي عايز استعد المجتمع المدني ويشتغل فيه زي حالتنا هنا لابد ينصب نفسه خدام اللي مش عاجب يكون خدام ألف سلامة لا مش هنقول أحاديث هنا لا افتكر شيخ شعراوي رحمة الله عليه لما دخل جمعات القاهرة وشروا العربية بتاعته على أكتافهم الشباب نزل مرهوش دعوا يدوروا عليه لقوا دك في الحمام بينضف الحمام عشان يكسر النفس اللي كنا بنتكلم عليها من بالك يكسرها كسر فاللي عايز يتعرض لمرأة أرملة أو لطفل يتيم أو أول آخره هو خدام وهو عامل عند المرأة والطفل واليتيم والأرملة دي قاعدة ما يتنططش عليهم ما نتكلمش بلغة ما يفهموهاش ما نلبسش جاء لبس يجرحهم وده من أقول الإمام علي قول ده ما يقوله إن كان يحاول أن يحافظ على مشاعر الناس الذين يزورهم بحيث أنهم ما يلبسش لبس يعني أكثر رونقاً من لبس الخسارة في الأفراح والاحتفالات سمي يجرح حمش جرح جرح يعني جرح ولابد نستشعر حاجة مهمة أنا أتقادة أجري من اليتيم وصلت واللي أقولها تاني أنا أتقادة أجري من الأرملة أنا ورئيس مجلس الإدارة والمتبرع ها خدمين لليتيم حتى لو كنت لمتبرع ما اللي عندي أمانة يخرج ها ليعطى اليتيم مخلص لحدوتها لا أشرت وأتشرط على مؤسسة أو على يتيم أو على الأرملة لا أجرح المحتاج بصورة مش عايز يستورها أو بشعار مش عايز يحطه على فانيلته ده قمة التخلف والجرح جروح عميقة إيه الزهالة؟ إيه الزهال إيه ده؟ نتكلم مع مشاعر نتكلم مع أحسيس نتكلم مع كائنات بشرية هي في الأصل أحسن مننا هي في الأصل أطقى مننا وأورع مننا إلى آخري إلى آخري فاللي يتعامل مع المجتمع المدني ومع الحيوان ومع الطير ومع الجماد لابد أن يعتبر نفسه خادما لهذا كان عندنا جمعية جنبنا جمعية للدفادع تذكرها؟ كان قدامنا إحنا مش لقينا عشرة جنيين لمشي بها الجمعية هم عاملوا حملة جمعوا فيها ثلاث تربع مليون جنيين ونحن لو استغلنا دفادع أحسن ما بنشتغل معاك وأنتو كنا عملنا حاجة شفت بقى؟ بسة حلبسة والفيلس والفنديل ده بيجيب إرشان وكيكو مككيش وكوكو اسمها إيه؟ كان فيه واحدة غنية كده قادمة المهم فنرجع تاني مرة تانية وأنا بقولها في كل حتة قسما بالله العظيم لن أغيرها لن أغيرها وحذاري ندخل على يتيم أورمالة بلبس شيك أو بشعر عليه فازلين أو بكلمة نقولها علشان نعمل فارق بيننا وبينهم جرح ده بيجرح بيجرح بيتبح سلوكيات وأخلاق التعامل مع هؤلاء الذين هم نحن خدما لهم حذاري حتى ولو كنا واخدين أكبر الشهادات حتى ولو كنا عندنا ملايين الملايين احنا قلنا مبارح توز بالتركي يعني ايه بس بالمصر يعني توز عجبتك قول دي اتحكي بصوت عالي بس عشان تشجعيني لابد 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 نعمل مؤسسات المجتمع المدني لأنها ركيزة أساسية في بناء اي مجتمع من خلاله تستخر الدول ويكون مكمل دور الحكومة ودور القطاع الخاص ده أصبح فرض عين دلوقت يحارب المجتمع المدني في كل مكان لكن نابد أن نبني هذا المجتمع لنحافظ على مقدرات الوطن على الإمكانات البشرية على الفكر على الثقافة على كل شيء ولكي نفرض من خلاله قيادات المستقبل فأصبح منظومة المجتمع المدني لابد أن نبنيها وكلنا يبنيها شباب وكهول ورجال ونساء إلى آخر إلى آخر ولابد أن لا يقصى في أي مجتمع أي فرد مهما كان دينه أو عنقه أو مذهبه أو خلفيته أو خلفيتها لأنه له حق ملكية المجتمع هو شريك وهي شريكة ولابد أن نمكن امباورمنت كل مواطن داخل المجتمع في ملكية المجتمع تمكين ثم التمليك ولا يكون التمليك لفئة معينة أو التمكين لفئة معينة دون فئة أخرى وده اللي بيعمل الفساد وده اللي بينشئ الدكتاتورية كل فرد من حق التمكين وكل فرد من حق التمليك والوطن ملك الجميع مهما قلنا الوطن ملك الجميع ونحن نتكامل ونتعاون لكي نبني وطن يسعد في زرالي الجميع وده رسالة كل نابجة وختمت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نفي المساواة والحرية واعطاء الحقوق إلى آخره إلى آخره إحنا كشباب دورنا محوري شئنا أم أبينا شئنا أم أبينا والسؤال في كل التات من الكلمة اللي أنا بقولها الدواتي عشان يخلص تعالي قف جمي تعالي أنت كم أنا قف جمي تعالي واحد من العراق يقف جمي تعالي أنت شيك يا رجل شيك أنت بقى عشان لما أنت مفيش مفيش هنا هنجيب لك حد من غيفة زلين دلوقتي في أخت ثانية كده أيق مفيش أخت تعالي أنت يا اللي في النص انت يا اللي في الصف التاني هو في جنبي هسألهم سؤال دلوقتي لابد يجاوبوا عليه بأريحية وتلقائية ودون تفكير خلاص؟ خلاص؟ مش يتبسح على بس دي خلصناها دي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسألك سؤال ما حال أمتي اليوم؟ وما دورك؟ ردي بدون تحضير ردي على الرسول ردي الرسول قدامك أهو ردي عليه إنها مسئولية مسئولية المسلام مش بوء أحامد وحبة آيات نحن حافظينها وأحديث من رددها الإسلام عمل وأداء ومسئولية لبناء قدامك الرسول حتقول له إيه؟ تكلميه هو تدهور وضعنا تدهور حالنا صرنا في أسفل سافرين كله من ضعفنا من قلة حيلتنا من هواننا علينا أن نعاهد أنفسنا قبل المجتمع أولا المصلحة أنفسنا أن يبدأ كل فرد فينا تعالي جنب إنتي تعالي جنب إنتي سكي وقف قدامك مين؟ اللحيوها في يوم القيامة يسجد لله عشان أنت تخش الجنة تخش الجنة بدون حساب مش تخش الجنة أي درجة تخش الفردوس الأعلى خرج عليك دلوقتي وبصلك اسمك إيه؟ ابتسام كيف حال أمتي؟ وما أنت فاعلة بها تكلميه وهذا يوم القيامة يعني؟ الآن قدامك أتفع بس عشان تتسجد الصوت حال الأمة في هوان؟ والله يعني لا إضافة على اللي هي قالتها بصراحة أبت لازم يكون لك دور إيه دورك؟ توية الأمة تكلميه ما تكلميه إيش أنا تخيلي ما تبصليش إنه هو وقف قدامك صلى الله عليه وسلم وبيستمع إليك تخيل الموقف أنكم رسل على الأرض خطى نوصل رسالة الإسلام مثلاً أو إعادة تأهيل مثلاً مش هار يعني هي اللي حكته لا إضافة عليه بصراحة أنا شايفها دورنا كيف شكراً بإذك الله خير بشكركم لأنه بهذه الدورة رجعت وذكرتونا أنه مهمتنا نحنا أول شيء نكون خلفاء في هذه الأرض أنه نعمر الأرض ونحنا هذا الشيء ما كنا كثير نسيانين وأول فكرة قبل أعمار الأرض لازم كل واحد يبدأ بأعمار نفسه شكراً نفس السؤال ورسول أمامك هتقول له إيه كلمه كده بوصله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيتنا بأروع رسالة على الأرض وهي تحقيق إنسانية الإنسان لكننا نسينا كل شيء ونسينا تعاليم الإسلام وركضنا وراء أوهام وحقائق وركضنا وراء أوهام وحقائق وبسبب ضعفنا وهواننا ويعني تبتكلموا ما تكلميش أنا يا أخي تقدموا مع الرسول شو بتكلموا؟ وصلوا وهي تخيل الموقف ما في مشكلة شو بتصلوا وتكلموا؟ يا أخي تقدم مع الرسول أنا أسف أنا أسف كذلكم الله أخير صدر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أثانا برسالة هي أعظم رسالة وهي رسالة أقرأ فعندما تركنا القراءة وصلنا لأسفل السافلين ويجب على الأمة أن تتذكر قدواتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء وتابعيهم وتابعي التابعين وكل عظيم يعني كل عظيم أوصل الرسالة إلى وقتنا الحاضر إزاكم الله شكرا طبعا أكيد واحد لما ينتخيل عظمة الموقف ما يقدر يسيطر على مشاعره وأكيد راح ينربط لسانه فأول ما أشوفه يعني يعني راح ما أقدر أوقف أمامه راح أخر من طولي أقول له بأبي وأمي أنت يا رسول الله إن حال هذه الأمة من بعدك يرثى له وإنها إن شاء الله لمسؤولون عنها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعمرون هذه الأرض ويرثوها أتعليق أزاكم الله هذا الموقف كان موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تولى الخلافة فاعتزل الخلافة بعد أنبيع مرتين باية خاصة باية عامة وكانت امرأته فرحة جدا وزي خليفة فاعتزل وبكى لمدة ثلاث أيام وتصور الموقف اللي احنا فيه اليوم حينما خرج على زوجته فاطمة بنت عبد الملك هي فرحانة وهو زعلان فبتقول له يعني بتهنيه لا ويحك يا امرأة لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرمال الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم وأمثال هؤلاء في أمتي وعلمت وعلمت في الموقف ده أني سأكون بين يدائي الله سبحانه وتعالى في موقف وأمامي الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن أمته وأمام الله سبحانه وتعالى سائلني فالموقف ده لابد أن كل واحد مننا يستشعره كل واحد مننا يستشعره الإسلام ليس محضرة وليس شعر وليس أدب ولكنه استشعار مسؤولية استشعار مسؤولية ترتبط بمدى حبنا واحترامنا وهدينا برسالة نصف صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه نحن عايزين كشباب أننا في كل وقت وفي كل حين نستشعر المهمة التي أنجزها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء دي مسؤولية إن أنا أراه بين عيني أتمنى أن أراه في منام أو أتمنى أن نراه يوم القيامة وأتمنى أن أصاحبه في الفردوس الأعلى بيش جي حقيقة؟ ولا مش كل واحد مني أتمنى أن يكون مع رسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فعلينا أن ننقذ أمته صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير جزاكم الله خير وأنا بعتذل لأخونا إن أنا لا تتذرل إلي إختارت على الرسول عليه السلام جزاكم الله خير جزاكم الله خير قال له ما رأاني في المنام فقد رأاني جاي أنا بدي أتخيل شخص عاكم بشه يكاً جزاكم الله خير جزاكم الله خير إحنا نخش الدورة في قلسة مفتوحة وخيل خطأونا التوابون وإذا كنا أخطأنا فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبوا استغفروا توب قول استغفرك